السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين الكرام حياكم الله طبعا اليوم على خبر صار وهو طريقة التسجيل على مساعدة كرت الزراعة بنك طبعا هذه المساعدة قديمة ولكن في أغرب العالم ما تعرفها المساعدة وطريقة التسجيل عليها ان شاء الله سنتعرف على طريقة التسجيل على هذه المساعدة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا تداولة ناشطن وصفحات معنية بشؤون السوريين في تركيا عن منشورات تتحدث عن زيادة مالية طبعا ستستهدف فئة معينة من اللاجئين السوريين على الأراضي التركية طبعا فإن مصرف زراعات التركية بصدد رفع قيمة المنح المالية المقدمة للطلاب في جميع المراحل التعليمية إضافة لمنح العوائل ذات الوضع المعيشي المتردي وجاء في المنشور قيمة الزيادة المطروحة على مبالغ المنح التعليمية ابتداء من مرحلة الحضانة ووصولا إلى المرحلة الثانوية كما يلي طلاب الحضانة تم إضافة 97 ليرة تركي كمبلغ إضافي على المنحة المالية البالغة 640 ليرة ليصبح المبلغ جديد 733 ليرة تركي طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الأول وحتى الصف الرابع تم إضافة مبلغ 60 ليرة تركي على المنحة المالية البالغة 1040 ليرة ليصبح المبلغ الجديد 1100 ليرة تركي طلاب المرحلة الثانوية من الصف التاسع وحتى البكالورية تم إضافة 68 ليرة تركي على المنحة المالية البالغة 1248 ليرة ليصبح المبلغ الجديد 1320 ليرة مساعدات العائلات الفقيرة طبعا عائلات فقر الحال تم إضافة مبلغ 89 ليرة تركي على المنحة المالية البالغة 1378 ليرة تركي ليصبح المبلغ الجديد 1467 ليرة تركي ويحق للسوريين المستوفي للمعايير تلك المنحة التقدم الحصول عليها كمالي يعني يحق للسوريين الذين عندهم كملك تسجيل على هذه المساعدة وهذه الطريقة التي ستقدر ستجل بها سنتعرف عليها السع طبعا واحد الأرامل والمطلقات ممن لديهم أطفال تحت السن القانوني دون 18 عام ولا يوجد لهم معيل ولديهم إثباتات رسمية تؤكد صحة حالتهم الاجتماعية اثنين أرباب الأسر الذين يعانون من إعاقات أو أمراض تمنعهم من بزاولة عملهم ولديهم تقارير طبية تثبت نوع الإعاقة ونسبتها طبعا ثلاثة فقرة حال المصنف بدرجة شديدة وفق تقارير اللجان الأحصائية المرسلة من قبل المصرف أربعة زوجة السجين التي لديها طفل مسجل في المدارس التركية ولا تستطيع تأمين مستلزمات طبعا هذه الشروطة اللي حق لها التسجيل طبعا على مساعدة كرت الزراعات بنك من أجل الحصول على هذه المساعدة طبعا هذه المساعدة هي من زمان بس بالبعض العالم يعني ما تعرفها وتم تحديث المبالغ المالية طبعا وإن شاء الله تكون وصفت من هذا الفيديو واللي عنده هاي الشروط وراح خليكم مياها أسفل الوصف الشروط هاي مشان واحد اللي عنده هاي الشروط هاي يروح يقدم على هذه المساعدة طبعا مصرف الزراعات بنك يروح يقدم عليها إن شاء الله وإن شاء الله يكون إنه يتم الحصول على هذه المساعدة وأي سؤال وأي استفسار الرجاء وضع بالتعليقات ولا تنسوا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ويصلكم كل جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته